والوقت عنده هو يتحكم فيه طبعاً هو من الفجر يصحى ويبدأ في قراءة التقارير وتصريف الأمور قبل ما تبدأ الدولة تتحرك وأما حكاية أنه ينام وعنده مهام هذه مستحيلة فكان دائماً رائع كان في الإنجاز من كثرة الأعمال من كثرة التوجيهات من كثرة المتابعة ما كان إشي يفلت من اهتمامه ومن متابعته وكان دقيق جداً وكان يصغي بشكل ممتاز كان يصغي بشكل ممتاز اللي بيقول لك أنه هو ما يصغي لا مستحيل هو يصغي بشكل ممتاز جداً يعني هذه السمائة صار من أكثر من ضيف الحقيقة نعم نعم يقولون أنه كان يصغي للآخر للآخر وكان دائماً يشجع من يريد أن يبدي رأيه يعني لكي يكسر أي خوف أو أي تردد عاجز الخوف نعم نعم فهو هذا الشيء يعني لفت الانتباه بس أيضاً استاذ ديب في حينها كثير من الوسط الأدبي العراقي يعني ما أقدر أقول كثير بس يعني سمعت نعم من ناس يشتغلون بالوسط الأدبي والثقافي في العراق شككوا بإمكانيته بكتابة هذه الروايات أو حتى نظمة للشعر الشعر مسألة أخرى يعني أن يكتب برواية بشكل معقول ومقبول أكثر من كونه شعر هو أنا فهمت من أحد المستشارين في الرئاسة أنه كان سأل عن كتاب عروض الشعر يعني كان يريد أن يعرف شيء من الأوزان طبعاً مهامه كبيرة ما عنده ذاك الوقت ولكن هو شوف أنت وين أنت قلت هو كل هاي المهام ثم يتطلع يريد يكتب شعر أو يكتب رواية أو كذا أنا بقول لك شغله هو ما هو طولستوي ولا هو تبع أميركا اللاتينية يعني مو ذاكي للروائي الخارق الدرجة الأولى ولكن أن يكتب هو شيء وبالمحتوى الذي كانت عليه شنو كان المحتوى؟ هذا المحتوى هو عن نفسه؟ هذا تحدث عن نفسه ولكن تحدث أكثر عن زبيبة الشعب زبيبة هي الشعب واختارها وساندها وهو الملك وهو الملك وهو أول من تنبأ بالغزو وبالعدوان على العراق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر